في سؤال جالي عن يعني حد بيقول أنا ساعات ما بعرش أشرح عقيدة الثلوس القدوس يعني إزاي أفهم اللي قدامي إن إحنا بنؤمن بالثلوس القدوس سؤال جميل جدا وأنا برضو قدر أساعدك وأشرحه لك بطريقة بسيطة وسلسة وتقدر أنك تتحفظها وتقدر تتعلم بيها الآخرين لكن في البداية عايزة أقولك إحنا المسيحيين نؤمن بإله واحد ولا نؤمن أن هذا الإله له شريك ولا نؤمن بثلاثة آلهة تعدد الآلهة ده حاجة مش موجودة في المسيحية وده أمر يتنزه عنه حتى الشيطان يقولك أنت تؤمن بإله وأن الله واحد حسنا تفعل الشياطين يؤمنون ويقشى هرون وعقيدة الإله الواحد والثلوس دي واضحة في الكتاب المقدس في العهد الجديد ظهرت بوضوح في معمودية السيد المسيح لما هو صعد من الماء رأى السموات مفتوحة والروح نازل مثل حمامة وصوت من السماء بيقوله أنت ابن الحبيب الذي به سررته فظهر الثلوس القدوس بصورة واضحة جدا والسيد المسيح لما بعد تلميذه يبشروا قال لهم إيه؟ قال لهم اذهبوا وتلميذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح القدس ما قالش باسماء الآب والإبن يعني فيش تعدد هو واحد الآب والإبن والروح القدس ثم إله واحد حتى البركة اللي كان بيقولها بولوس الرسول يقول نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس كان يعطيها لأولاده لكن بوضوح أكتر القديس يحن الرسول كتب في رسالته قال الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس هؤلاء الثلاثة هم واحد وذي احنا بنعلنه بقى في قانون الإيمان في أول كلمة بدوننا بالحقيقة إيه؟ نؤمن بإله واحد حتى في العهد الأديم أيضا ظهرت صورة الثالوس القدوس مثلا في خلقة الإنسان لما ربنا قال وقال الله نعم للإنسان على صورتنا كشبهنا يعني الله بيتكلم هو واحد ولكن بيتكلم أنهما أكتر من واحد صورتنا وشبهنا وفي حدثة برج بابل قال هلوم وننزل ونبلبل هناك لسانهم يعني هو بيتكلم هو واحد بيتكلم لكن بيتكلم على أكتر من واحد طبعا أرجع وأقولك هتقدر تشرحها إزاي حتة الثالوس القدوس دي أقولك أن الإنسان نفسه أقرب مثال ليك أنت كشخص يعني لأن الإنسان ده في ذات إنسانية اللي هو الوجود بتاع الإنسان والإنسان له عقل وله روح عشان عايش والذات والعقل والروح دول هم إنسان واحد نفس إنسانية واحدة زي ما بنقول للأب والابن والروح القدس واحد بالضبط آرب تشبيه لو ولعنا شمعة لما نولع الشمعة هيجي منها النور والنور والنار المنبعث من الشمعة هيولده الحرارة والثلاث حاجات دول اللي هم النور النار الأول وبعدين النور وبعدين الحرارة الثلاث حاجات دول حاجة واحدة اللي هي الشمعة ما بنتكلمش على ثلاث شمعات ولا حاجة هي حاجة واحدة لكن قدرنا نفصل فيها ثلاث حاجات مختلفة هكذا الله هو ذات إلهية عقلة حية الذات الإلهية الوجود ده بنسميه بنشيل نقل الآب ده الآب وبعدين العقلة العقلة يعني عقل الله أو حكمة الله ومش ممكن ربنا يكون من غير عقل مش ممكن ما يكونش عنده حكمة اللي خلق بها العالم ده كله فده بنقول عليه أقنوم الإبن أقنوم الحكمة أو أقنوم العقل اللي هو اللوجوس يعني بنقول إيه في البدء كان اللوجوس واللوجوس كان عند الله في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله فاللوجوس هو العقل الله اللي هو بيعبر عن حكمته بالنطق أو هو النطق العاقل اللي بيصدر من الله وربنا لما جي يخلق العالم خلقه بعقله والله وعقله حاجة واحدة من درش نفس البنين الشخص وعقله يعني إذا أنت بتزاكر بعقلك تقول أنا اشتغلت بعقلي أو حلت المسألة دي بعقلي فطب المسألة حلت إزاي إنت أو العقلك اللي حلها إنت وعقلك حاجة واحدة من إنت اللي حلت المسألة يعني ما نقدرش نفصل بينك وبين عقلك في نقطة تانية وهي ناس ما بتفهمش معنى الإبن بيتهيئ لها أن الإبن ده حاجة جسدية بنوة جسدية بالتناسل طبعا لا نقصد هذا المعنى على الإطلاق لكن نقصد نوع آخر من البنوة هو البنوة الذاتية الروحانية ليس لها علاقة بالجسد ولا بالتناسل الجسد وآرب مثال لنا تشبيه نقوله هي ولادة الفكر من العقل ودي حاجة بتتم بصورة غير حسية جسدية يعني 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 أنت بتقول فكرة الفكرة دي مثلا إيه بتتنشر وتطبع ويقولوها في الميديا وكل ناس تقراها وتسمعها لكن هي صدرة من عقلك لازلت موجودة في عقلك طيب هل ولادة الفكرة من عقلك دي حاجة جسدية مادية لا دي حاجة روحانية ولما انتشرت في كل العالم ما انفصلتش عنك برضو ما انت صاحب الفكرة هكذا السيد المسيح لما كان يقول أنا والقاب واحد هو مولود من القاب بطريقة ليست طريقة حسية مادية وهو هو والقاب واحد حاجة واحدة هما الاثنين وأكد لك هذا المعنى أن مش كل بنوة هي بنوة جسدية ففي مثلا إيه واحد يقول أنا جيت هولندا وأنا عندي وأنا ابني عشرين سنة هل دي بنوة للزمن أو واحد يقول أنا من أبناء مصر من أبناء النيل طب هل النيل اتجوز وخلف واحد لا طبعا دي بنوة للمكان أو بنوة روحانية نفسية مثلا زي المدرس يقول فلان دا ابني مش هو مش محلفوش بس هو تلمزه وعلمه فحسن هو كأنه ابنه واخدين بالك أو انت تقول مثلا الفكرة دي من بنات أفكاري تم برضو دي بنوة للعقل وأخدين بالكم وهكذا مش كل بنوة هي بنوة مادية جسدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر